والله يا أهلاً وسهلاً برهوف الأنيقة يا حبيبة قلبي الجميلة أنت سعد لي هالصباح حبيبة قلبي أنت سعد صباحكم جميعاً وأهلاً وسهلاً فيكم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر هوا راديو رطانة وشاشة عمان تي في أهلاً وسهلاً يا حلوين اليوم موضوعنا صراحة رهوف اختارته عميق جداً وأنا حبيته شخصياً عجبك بارح قرأت قول بيقول في أوقات الخصام أو أوقات الخصام هي اختبار للحب والصداقة بين البشر فأنا أول ما قرأته دغري خطرة ببالي نادية إحنا دائماً منفكر بالعلاقات العاطفية ومنستهين بالصداقات أول إشي خطر لي قلت المشاكل واردة وسوء التفاهم دائماً وارد ولكن العلاقات اللي تهدم عند أول مطب وأول زعلة وبتركك الشخص الثاني شاعر بالخذلان والخيبة هي علاقات فاشلة بينما الزعل لما بيأول علاقة لما بيصحح المسار لما هاي المطبات الكبرى اللي بحياتنا بتخلينا نقدر قيمة الأشخاص وبظهر معدنهم الحقيقي أنت بالزعل بتقدر يتعصبي وتصرخي بس ما تأذي بس ما تجرحي بس ما تحكي كلمة تكون مثل الرصاصة وقعها علي إذا إجت ما عمري رح أنساها فدغري فكرت فينا شوفوا أنا ورهف أظن واصلين لمرحلة والحمد لله آه عن جد اللهم لاحظ اللهم لاحظ اللهم لاحظ اللهم لاحظ بس لازم أقول هاي الجملة لأنه عن جد حلوة هاي الجملة ما كنت عمري بحياتي بتخيل إنه ممكن تنطبق على الأصدقاء بعرف إنه ممكن تنطبق على الإخوان اللي هم بتربطهم صلة دم ما تفكروا لما تيجوا تقولوا لي مثلا يا الله بنحبك أكتر من رهف أو تروح عارف تقولها يا الله بنحبك أكتر من نادية إنه هاد الإشي بسعدني ما تفكروا إنه قدامي إذا حكيتوا كلمة غلط عن رهف أنا رح أضال ساكتة ومستكينة وأهز براسي نحن وصلنا إلى مرحلة شوفوا الدفاع عن الآخر في غيابه وأكنله ما أظهر له أنا بحس ها هي جوهر لعلاقات الإنسانية وحدة الحال وصلنا إلى وحدة حال نشتغل مع بعض في تنافسية موجودة كل واحد بيحاول يعمل أحسن ما عنده الآخر نجاحه بيستفزه ولكن هذا لا يلغي المودة لا يلغي المشاعر الحقيقية لا يلغي بأنه هاي البنتي جزء من عيلتي وجزء من إخواتي وبأمنها على حالي وعلى كرامتي وعلى تفاصيل حياتي وعلى أمور يمكن ما بحكيها أمام مرآتي فالفكرة بأنه أوقات الخصام فعليا إذا أنت وشخص اختلفته شوف كيف شكل العلاقة بعد هذا الخلاف صدقوني هيك بتقدر تقيم هل هو صديق سأحتفظ به للعام القادم ولا رح أخليه مر كعابري السبيل حكينا عن موضوع الصداقة تعالوا نحكي شوي عن اللاقات العاطفية نموذج إيه؟ نموذج به علاقة عاطفية واحد شاب وصبية تعرفوا على بعض عم بيحكوا مع بعض صار بينهم زعل تخانقوا البنت أو الشب بعد هاي الخناقة صار حاسس أنه فيه جدار فيه ما رجعت الأمور زي ما كانت فيه عنصر مفقود وبيستمر بهاي العلاقة إلى أن يصبح الخذلان كتير كبير وفيه ناس بتتخانق وتتخاصم تلاقيهم رجعوا أقوى من عمل ليه؟ لأنه المواقف الكبرى اللي بتعصف بالعلاقة هي اللي بتثبت لك إذا هاي العلاقة قوية أو هاي العلاقة هشة وعا كانت عام تستنى هيك موجة من الريح فقط لغير فأنا نصيحتي إذا شعرتي بأنه اللي قدامك تغير بعض الخصام اطلعي اطلعي به بعدين فيه شغلة أساسية لازم نكون إحنا مدركينها الناس يتشابهون في الفرح ويتوافقون في كل ما هو جميل أيها معادن الناس إيما بتظهر يا رهوفة تظهر في الحزن والخصام كيف يتجاوز الناس أحزانهم كيف يمرون بما يكدر صفهم ويعكسونه على دويهم منتهون عليه الأيام ومن تشعر معه في خضم الألم بالأمن وتحس إلى جواره بمعنى الإطمئنان حتى في أشد ساعات اختلافكم وأكثر أوقات فعالكم حافظ عليكم بعدين هذه الجملة بمسلسل بتلخص كتير مواقف وكتير عبر وحكم بالحياة الجملة كتير بسيطة بتقولك فيه ناس خيرهم سابق شرهم خيرهم سابق بدون ما حتى أنت تحس يعني هو شخص منيح معدنه منيح هو لما بيعمل معك خير هذا العادي طبعه بدون ما يمنن عليك بدون ما يقولك ما أنا بهذا الموقف عملت واحد اثنين تلاتة بالخصام اللي بيبدأ يمنن عليك بيقول لك شو عمل لك معناته هذا تمثيل اللي عن جد فيه خير واللي عن جد بيعمل من قلبه بينسى هو بعملها هيك كيف بتنفس كيف بيحرك إيديه فبالتالي دائما بمعادلة الحب بمعادلة الزواج بمعادلة الأصدقاء بمعادلة الشراكة في العمل دور على الناس اللي خيرهم سابق شرهم كلنا فينا شر بس شو الأعلى شو الأول بيطلع الخير ولا الشر وبالنهاية بنقول بأنه قد ما كان البني آدم اللي أمامك فيه خير ما في غير رب العالمين هو اللي حنون حنيته دائما في الخصام صح دائما في المحبة دائما في كل الأوقات هو حنون عليك لأنك عبده بقول لك كل الذين اتجهوا لله بأجنحة مكسورة عادوا وهم يحلقون عمرك ما تعتمد على بني آدم وإنت مكسور قد ما كان طيب وقد ما كان حنون رب العالمين هو الذي يتولى بأمرك وإذا بتتجهله بالدعاء وبس بتقول له يا رب وعفكرة احكي معه بلغة عامية رب العالمين ما بده بلاختك وفصاحتك رب العالمين بده صدقك بده حسن نواياك قل له يا رب بتوكل بأمري مش ضروري أن تنمق جمل باللغة العربية الفصحة مش مين ألاك ربك احكي معه باللغة التي تريد بالطريقة التي تريد هو من سيتولاك صح الصح صح صح سبقا صح سيح ماردنا شكرا